حضرت دلوقتي يعني لفترة طويلة جدا مارست هذه المهنة وتعاملت مع مخرجي السينما مع باقية المجموعة اللي موجودة في الفيلم خاصة الإضاءة أنا عايزة أعرف إيه الصلة بين مدير التصوير وبين المخرج وبين المسؤول عن الإضاءة وبين مسؤول عن الدكور التركيبة دي جاي كيف تأتي يعني؟ هو في السينما ما فيش حاجة اسمها المسؤول عن الإضاءة ده هو وجود في التلفزيون لكن السينما فيه مدير التصوير والكاميرامان المصور ثم الأسست اللي هو المساعد اللي هو بيعمل الفوكس بيعبل فيلم بيبقى واحد أو اثنين على حسب الظروف يعني مدير التصوير هو المسؤول الكامل على كل شيء خاص بالصورة في الفيلم ده من ناحية الحرافية لكن نيجي بقى لوظيفة مدير التصوير إيه بالضبط؟ مدير التصوير عنده كل أدوات الحرفة بتاعته اللي يستطيع أن يحول خيال المخرج واللي موجود على الورق إلى رؤية بصرية إيه الأدوات اللي عنده؟ عنده خمس حاجات أساسية الإضاءة دي أهم حاجة خمسين في المية من شغله في الإضاءة ثم التكوين، الألوان، العدسات، الحركة الخمس حاجات دي هي دي العناصر اللي موجودة مع مدير التصوير السنبائي وكل المديرين في العالم والاختلاف بين مدير التصوير ومدير التصوير ما مدى استعابه لهذه الخمس أدوات ما مدى ثقافته ما مدى خدمته للحدث الدرامي اللي موجود في السيناريو لأن هنا المخرج بيبع عنده خيال مين اللي بيختار مدير التصوير؟ اللي بيختار مدير التصوير اتنين المخرج والمنتج ليه المنتج؟ لأن التصوير مكلف فلازم المنتج يجي مدير تصوير ما يكلفوش تكلفة مش مظبوطة فساعدت بعض الشركات بتختارني أنا كمنتج لكن أغلب اللي كانوا بيختاروني من جيلي أغلبهم ومخرجين شباب